عامان مرة وكأنهما الأمس واليوم لم تتغير الصورة كثيرا هنا شعب مقهور وهناك سلطة قابعة خلف الأسوار تترقب لحظة الانقلاب عليها الخامس والعشرون من شهر تشرين الأول عام 2019 كان ميلاد ثورة سميت باسم الشهر نفسه وغيرت كثيرا من المفاهيم الشائعة عن الوضع العراقي وعلى رأسها شرعية الحكام الجدد انبثقت الثورة أول أمرها في ساحة التحرير وسط بغداد التي أصبحت فيما بعد رمزا وعاصمة للثورة أقيمت خيام الاعتصام وضجت الشوارع المحيطة بالساحة بألاف المتظاهرين ليصل إلى بناية المطعم التركي الذي صار خط التماس الأول المطل على دجلة وكان ثور تشرين يستشرفون مستقبلا لبلادهم خيرا من حاضرها بعد عتلائهم أسطح البناية تتابعت المدن المنتفضة لاحقا بالثورة ومنافسة على الريادة فيها من البصرة إلى ذيقار وميسان وبابل والكوت وكربلاء والنجف وتوزعت ساحات الاعتصام بين المحافظات كساحة الحبوب في الناصرية والحرية في البصرة وغيرها كلها اجتمعت على أمر واحد إنقاذ العراق الذي لا يتم إلا بإسقاط العملية السياسية وترد الأحزاب الفاسدة وقفت حكومة عبد المهديان ذاك على أصابعها خوفا من الصوت الشعبي الهادر وهو يدك أسوار المنطقة الخضراء فهوزعت بالتحرك لوأد الثورة بشتى السبل فكانت النتيجة صادبة مئات الشهداء والجرحى تفرقت إصاباتهم بين رصاص قناصة الميليشيات وقنابل الغاز التي تسددها قوة مكافحة الشغب إلى الرؤوس وبين الاغتيالات التي تنفذها الأحزاب حتى وجد العراقيون أنفسهم عزلا أمام سلطة لا تجد حرجا من قتل الشعب بأكمله لو وقف بوجهها سنتان وذكرى ثورة تشرين حاضرة وبذرتها أينعت مقاطعة شعبية واسعة لانتخابات أقيمت على جثث المتظاهرين مدعية إنصافهم فأي عدالة تبقي القاتل على كرسي الحكم والضحية حبيس غضبه وسجنه؟ سؤال ستحمل الأيام المقبلة إجابته